برحب بحضراتكم معنا مرة تانية في أنا وبيت دي حلقة مهمة قوي والطلبت مننا كتير جدا وزي ما قلت في المقدمة كده أثارت الجدل لأنه ناس كتير شايفة أن الراجل مش نيكا دي بطبعه وأن الطبع ده موجود في الستتات إحنا بقى لا بنقول الراجل نيكا دي ولا الستت نيكا دي إحنا هنحلل الشخصيتين على مدار حلقتين ونشوف إزاي نتعامل مع الطبع ده إذا كان طبع لأن إحنا مش عارفين هل ده طبع ولا ده شيء يعني ممكن تغييره أو سهل التعامل معاه وإزاي نتعامل معاه أسئلة كتيرة جدا ومن ساعة ما أعلننا عن موضوع الحلقة وأنا كمان جالي تعليقات كتير وأسئلة كتير هترحى على سيدنا النهاردة بيسعدنا ويشرفنا ويباركنا وينورنا نيافة الحبر الجليل الآن بقولة مطرنطنطة وكل طبع للموضوع التانمقدمة بسعد أبي المقدمات عايش أنت جوه البيوت وبتكتشفي وبتكلمي ده أنا بتعلم من يافة آه لا الحقيقة أنا عجبني كمان أن أنت قلت ده التوقيت بقى فيه زيارات وفيه مقابلات أنا بس عايز أضيف كم نقطة أول نقطة أنت هتاخد زوجتك وولادك عشان تتفسحه وتقده كم يوم أرجو أني تبقى أيام راحة بالنسبة له وأيام تفرغ لبعض بالنسبة لها وبالنسبة لك فما تخدش أختك واخوك وتضيع اليومين دول ويبقى بدل ما استفدته أنه زودت الروابط لا ممكن يبقى لها أثر سربي ده حي خلي الفوسحة دي شوف هي تحب بإيه وعملوه دي أول ملاحظة تاني ملاحظة بعض أولنا بيخرجوا بقى دلوقتي وهو ريالهم مكان هيروحوه في أي حتة شلي شقة أي حتة بايت يوم زوج طبعا ما بيقدرش يقعد كده محبوس وما يقدرش يقعد من غير أصدقاء فكل يوم عزم لها ناس يا حبيبي أنت رايحين تريحها وترتاخها بلاش التسقيل عليها في هذه الفترة ما تعملش حاجة إلا اللي زجت هي عايزة وبعدين يا أم بابقول أنت هتوقع تركز على الجانة بس لا برضا هقول للستات مثل هذه التجمعات لحظة الآتي ما تتكلميش أكتر منه حين بيبقى الراجل قليل الكلام ينفعش في الأعداء تبقى الزجة كسيرة الكلام ما تقطعوش في الكلام ما تغلطوش في الكلام وإلا حيلاقي نفسه مش لاقي نفسه في الأعداء اللي أنت فيها ويتجنب ونياخذك معاك فيها النقطة الأخرى مثل هذه الأعداء اللي فيها تجمع لو في بيت حد مننا أرجو أن الزوج يبقى مساعد لزوجته في بعض الأمور ما يبقاش هو قاعد مع أصحابه وهي عمية تجري من المطبخ لبرة المطبخ لبرة وهي ما عادتش أنت جيبت ناس يبقى أنت تساعدها في ضيافة الناس ده باختصار شكرك يا سيدنا كالعادة إضافة قيمة والترية لا 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 أفرح وأنا بفرح قوي لما نيافتك بتعلق على المقدمة أنا يعني ببقى سعيد بالمقدمة ربنا يخليك لينا وتعيش وتعلمنا أنا أعرف أفرح الزوج النكة دي بقى أول يعني قبل ما أدخل في التفاصيل هو النكة ده طبع ولا ده بيبقى رضي فعل بحكي لها هما ولما يبقى رضي فعل ده سهل نقدر نتعامل معا نتجنب الفعل إنما يعني لما بنتكلم على النكة ممكن يبقى له أسباب كشيرة جدا ومحتاجين نحللها شوي ليه محتاجين نحللها لأن إذا تعدد الأسباب يبقى نشوف إيه الحلول أول حاجة ممكن يبقى البيت ده كله غم ده غياب ربنا عن البيت طبعا ليه يعني معلمنا بوليس الرسول في آفة صحيح التاني يقول عن رب المجل لأنه هو سلامنا وهو قال لنا في يحنى 16 ليكن لكم في سلام وفي يحنى 14 قال كده سلاما أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تترك لكم ولا تجزع إذن البيت اللي خالي من المسيح خالي من السلام خالي من الفرح ممتلئ نجا عشان كده لما يبقى ربنا جوه البيت بروحه الكدوس يزرع حب ومع الحب معاه فرح وسلام أما سامر الروح محبة محبة فرح سلام هذه دور الروح الكدس وإن وجدت المحبة النتيجة فرح سلام عشان كده أقول إفراحه بالرب كل حين وأقول أيضا إفراحه عايز حبيبي ما يبقاش فيه نكد يبقى فيه المسيح عايز تقلل النكد فين ربنا في حياتكم دي أول نقطة فوجود النكد أو قثرة النكد بصفة عامة لغياب العلاقة بربنا كبيت ربنا اللي أسس البيت في سير الزواج وهو اللي حافظ سلامة هذا البيت إن وجد في دائرة هذا البيت أول نقطة تانية نقطة تهمنا ابنكد ده نتيجة حاجات سابقة بمعنى الاختيار لم يكن موفق فروق كبيرة بين الاثنين مش هيقدروا يتعايشوا مع بعض النتيجة نكتر يضاف إلى ذلك بيت يخلو من مشاعر الحب أو التعبير عن مشاعر الحب في جفاف بمعنى في جفاف بمعنى الرجل بيحب بس لا يعبر عن حب لا بأفعال ولا بكلمات ما تليش لا كلمات تشجيئة ولا كلمات مديح ولا كلمات شكر البيت ده جاف جدا هو يبقى تعبان ويه حتبقى تعبانة فالبيت الخالي من التعبير عن الحب ممكن يبقى سهل جدا يبقى لأسفه الأسباب توجد المشاكل طبعا ده من الأسباب النكت عدم القدرة على الصرف وفقا لإحتياج البيت بمعنى الأعباء المعيشية تفوق القدرات إما لأنهم متورطين في ديوم يسددوها ما قبل الزواج وإما أنه أخذ وحدها إمكانياتها أعلى منه فمش قادر يعايشها في إمكانياته يا إما الوعود كانت كتيرة والحقيقة الواقعة غير كده خالص فهنا الأعباء المعيشية بس الكل مش منه كمان هو نكهة دي صحيح بس هي ممكن تكون ما عندهاش تدبير سوء التدبير وعدم القناعة والمقارنة فدايما في نكت لأن متطلباتها أكتر من إمكانياته أحيانا نكت بيبقى مش من الاتنين خالص إنما من تدخلات آخرين بتوجد جوه هذه المشاكل علينا نشوف الأسباب عشان نتجنب وأهمها إن وجد الله كل الأسباب دي حتى يحيب تأثيرها محدود جدا في أمر الناكت في فرق بقى ما بين الراجل الناكدي والراجل العصبي أطبع إيه الفرق بص يا نتي باختصار شديد ليس كل عصبي نكدي ليس كل عصبي نكدي ولكن كل نكدي أكيد عصبي صح ليه بقى الكلام ده لأن العصبية وقتية ولأسباب إنما النكت دائم ولأثفه الأسباب عشان كده العصبي بتكوينه أقدر أعرف إمتى هيبقى تعصبي أتجنب عصبي إنما النكة اللي بيتلكت ده حيتعصب وحيعبر عن غضبه بكل فأنا ما أقلقش من العصب بطبيعته إنما يقلقني الشخص الكئيب النكة دي اللي مش عارف يعيش في سعادة ولا عارف بالتالي يعيش اللي حواليه في سعادة طب نقدر نكتشف ده فترة الخطوبة للأسف في عدة عوامل بتخلينا ما نكتشفش أول عامل قسر فترة الخطوبة مرتديش مدق لي لا ما قدرناش العامل التاني عدم الوقت المتاح بصورة كافية للتعامل المنفرد مع الخطيب أو الخطيبة بمعنى هو بنتقابل رغم إنه لخطوبة سنة بس بنتقابل مرة كل شهر يبقى ما بقتش مدة الخطوبة بقت مدة اللقاء بنتقابل كل مدة بس يعني ساعة ثلاثة ربع ساعة ونمشي بنتقابل بس في وجود آخرين فيش أخ دوعاتة بنتقابل ولكن متفرغين بحبك وحبها ولومانسية العلاقة دون منقشة الأمور الحياتية المستقبلة المهمة اللي بتكشف طبيعة الشخص اللي قدامي فهنا قلة المدة أو قلة الفرص في التعامل ممكن يكون لها دور كبير نقطة تالتة عدم النطج والحكمة لدى الخطيبة في إنها تقدر تكتشف بنت عائلة صغيرة وبينضحك عليها بكلمتين وينضحك عليها بهدية وينضحك فرحانة إنها هتتجوز وعيشة في مشاعر بقى بتتحب وبتتحب إن أنا ما هيش وعية إن ده هتحل الموراء التصرف مش وعية إن لما اختلفنا كان رد فعله إيه وحلله وفكر فيه يضاف إلى ذلك إن البنوتة دي في تعاملاتها مع الآخر حتى لو اكتشفت نقطة الضعف بتتعامل معاها بسلامة نية وتتعامل معاها لوحدها وماش راقتش حد كبير معاها في التفكير معاها لتحليل شخصية الشخصتين يعني هي رضاها بكلمتين خلست طفين ماما طرفش حاجة بالنوضوع فين أبي عنها اعتراف فين اللي يملك الحكمة اللي يساعدها في التحليل والتفسير والقرار محدش فكل ده بيساعد إن بنتي دي الشخصية دي اللي هي مثلا مهما تقوله من أخبار كويسة لطيف وحاجات تخصها بتفرحها تلاقي رضي فعله جامد ده ممكن نقول عليه شخصة نيكا دي مثلا يعني مثلا جات تقوله أنا جات لي منحة أو مثلا أنا النهاردة قبلت معرفش في إيه آه كويس حلو لطيف رضي فعل عادي جدا هل ده ممكن يكون مؤشر مثلا لا هو نيكا دي اللي مش شايف حاجة كويسة في الدجا ولا شايف حاجة كويسة في اللي قدابه ولا في حاجة بترضيه ولا يعبر عن أي إيجابي بكلام إيجابي ولبست ندارة سودا دايما يركز على الحتة السلبية هو ما يبصش على الحتة الإيجابي ده النكا دي بس بس بيتكلم على سعر عشان غالي وسبب أنه يا عمي طب أركز على الإيجابي ده نيكا دي ما يعرفش ينبسط واللي ما بيعرفش ينبسط ما بيعرفش يبسط وبالتالي بتبقى الحقيقة صعبة جدا ده ناخد بالنا منه في فترة الخطور آه طبعا آه طبعا أنا تجوزت بقى الشخصية دي أيه هل سهل إن أنا تعامل معاه ولا الحابة مستحيلة وبس الأول إحنا بنتكلم لما كلمنا في الأول عن نكا بصفة عامة إنما أنا عايز أتكلم على الراجل شوية بشئمة التفاصيل يننسب في عوامل كتير هو النهار ده نيكا دي بس ليه أنا بتكلم على النكا اللي من شوية نكا دي في البيت بصفة عامة أسبابه إيه غياب المسيح إيه بكنات المادية لا إنما في واحد نكا دي أنا هنا بخاطب الأمهات قبل ما خاطب الأزواج هو الولد ده اللي بيخطب النهار ده واللي بيتجوز نكا دي ليه هو الجيناد بتاعته فيه نكا ده لأ اتربى غالب النشأ عشان كده لازم نتكلم شوية عنا ده يعني لما بقول غياب الدفء الأسري الولد ده مش بيعش حب وطفله صغير مع بقى فارق المستويات المستويات الاجتماعية يعني مستوى اجتماعي عالي جدا جايبين لهم نالي جايبين لهم بنت فلبينية أو 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 هي اللي بتربيه على فكرة مش هيشبع عاطفيا ولا نفسيا من البنت دي هو حضن ماما هو ده اللي يشبعه عاطفة بابا هي دي اللي تشبعه فلأنهم مشغولين عن الطفلة أو لأن الأسرة مشغولة جدا بره وما فيش فرص يقودوا مع الطفلة أو لأن الماما دي مشغولة مع أصحابها ليه النهار أو مع خدمة كنسية طول الوقت مفيش دفء أسر الولد عاوز يشبع بحضن ماما وحبه ماما وهزار بابا وهو بينمو في أديهم مشاركة الأهل دي في أحداثه اليومية وأنشطه المدرسية وأنشطه الكنسية ده الدفء الأسري اللي هو من يبقى موجود نقطة التانية غياب السلام الأسري بمعنى اللي تنتم هو يتعاركوا قدام الأطفال طب أنا أتوقع يعني الطفل ده حيطلع سويا نا نكا دي النكا دي اللي هو عايشه ده للنهار يعني إيه مؤثرته عليه حيطلع غير ساوي وغير ساوي دي حتنعكس على كل معاملاته فعشان كده السلام الأسري يولد نفسية سويا وغيابه يولد نفسية نكا دي حيبان بعد شوية يوم ما يتجاوز كل المشاكل دي برضو من ضمن الأسباب في الناشقة القسوة محنش فيقين ومش فضيين ومسقلين مش محتملين خطأ الولد أو خطأ البنت أطسخ حاجة أزع ألطش أحبس أعاقب يا جماعة خدوا في حضنك ونقشوا ووجهوا صحة فالعنف في التعامل والقسوة في التعامل أكيد حتولد إنسان مش طبيعي اسمحي أقولك العكس كمان التدليل الشديد اللي كل طلباته مجابة لما هيتجاوز مش هيلاقي ده في بيته فهيبقى نكادي هيبقى نكادي صح عايز يعيش دي بنقوله أمين أمين حاضر 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 وخاصة لما بيبقى وحيد آه على بنات بقى وخاصة لما يبقى مولود بحقن مجهاري وش عارف إيه وعملنا عشر تجارب وخلاص بقى ده من ربنا من ربنا طب ربوه صح هتودوا اللي يفيدوا مش اللي بيطلبوا كل العامل دي يا نانسي ممكن تؤثر جدا 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 على ناشئة الولد ويبقى نكادي الأبعد حد طبعا ليه ذكرناها من شوية الأباء الماشي طبعا هو المسؤول عن الصرف على البيت طب فوق طقته برضو علاقته بعمله الرجل ده جاي مرتاح من شغله ولا جاي تقبع من شغله لو متوتر وقاعد في أجواء متوتر واسمحيلي بس عايز يحلل عشان الناس تهيش شوية أولا طبيعة العمل تحت استرس ولا ريلاكس هو بيشتغل بيشتغل بإيده طبيعة العمل مرهج جسديا فمحتاج راحة مرهج عصبيا فمش محتاج ضغوط في البيت بعد كده ساعات العمل مدتها فوق طقته طبيعة رئيسه في العمل مدوقه ومطلع عينيه ومزهقه أنا قلت عدة عوامل في العمل قد تؤثر عليه يبقى مش محتمل كلمة مش محتمل فتلاقي رد فعلها في البيت ممكن يبقى هنا النكا داي برضو من الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى أن الزوج يبقى نكا دي بزيادة تأثير زوجته مهملة مثلا في حاجات هو بيحبها مهملة في البيت مشغولة عن الولاد فدايما يرجع يلاقي كل حاجة بيش بترتبة حاجة بيش نظيفة العل مهملة في حقه بمعنى أن الزوجها مش عارفة احتياجات الزوجها إيه ومقصرة في قبول كتيرة حتى العلاقة الخاصة دي بينهم على فكرة موضوع ده مؤسر جدا على الرجل ويبقى بتلكك على أي حاجة ممكن ما أدخل في تفاصيل ففي عوامل هي تقدر تعالجها هي برضو تدخل أهلها كتير في حياتهم ممكن يا خليمي داي فأنت حبيب تعرفي إيه المشكلة؟ هل هي مشكلة متعلقة بالعلاقة الحمية اللي بينكو؟ هل هي مشكلة في عمله؟ هل هي في قطاقته؟ اللي متعلقة بيها أو بأسرتها هي تقدر تعالجها أسباب اللي متعلقة بالناشئة صعب إن هي تغيرها وهو ده اللي ممكن يفتك نقول علي أن إحنا محتاجين نكتشفه قبل الجواز لأنه هيبقى صعب التعامل معاه لأن بص يا رانسي اللي المرتبط بالناشئة ده بقى جزء من طبيعته طبعا قد يستحيل تغييره إلا بنسبة محدودة جدا من أجل إنها بتحبه قوي 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 فبيجاهد معها إنما التأثير نسبي إنما لما بتكون العوامل مش بالناشئة يعني ما بقتش جزء من طبيعته عوامل خارجية بطبيعة العمل حتعايش معها عوامل مرتبطة بي أنا وإعلقتي بي أنا حقدر أجي على نفسي وظبط نفسي حتعايش معها وأتلاشها فهي المصادر إيه؟ سابقة للزواج ولا بعنا بالزواج بالزواج طاليا بالزواج دور كبير سابقة للزواج تغييرها قليل طيب إزاي بقى الزوجة مع الوقت أنا واحدة متجوزة جديد واكتشفت الطبع ده في زوجها إزاي هي تقدر تكتشف الحاجات اللي ممكن تكون بتضايقه أو تخليني كديه وطبعا ده بيتسبب في إنه البيت كله يبقى في نكب إزاي تقدر تعمل كده؟ إيه بسي ننسي يعني ما عايز أقولك زي ما أنا أكدت إنه النكب نوعين نوع مرتبط بما هو بعد الزواج ومرتبط بما قبل الزواج هي لها دور كبير فيه جدا وهي أحد أسبابها أو الظروف المعاشية لها تأثير فيه فهي برضو أنا أنصح الزوجة بعدة أمور عشان تتجنب النكبية بتاعت الرجل بسفعة عام أول حاجة وقت دخوله للبيت من فضلك عايز لغة الترحيب وليس العتاب ليه؟ لأنه جيت آخر بن عاتب كان مفروض يجيبه وما جابش بن عاتب وهو جاي يتعمل من شغل وإحنا قلنا ممكن مش عارفين إنه لبره لا طلبات ولا عتاب ولا أطرح مشاكل مش أول ما خوش إيه العيل خلوا سووا أنت اللي كدية مش هو اللي ناكد وتزعاد من رد فعله فوقت عودة الزوج الزوجة مهما كانت تعبانة إذا ما قدرتش تبادر بما هو إيجابي على الأقل ما تتعملش بما هو سلبي دي أول ملاحظة لازم تاخد بالها منه برضو النقطة التانية في زوجة تسير الزوج بقسرة أسئلتها أو بقسرة طلباتها في جل الوقت المناسب بمعنى هو داخل زعلان ولا متدايق ولا راح داخل على الأودة هي بتحبه وهو في إيه؟ وتزن بقى يا ست سبيني ما هو الزوج لما بيبقى متدايق ما بيحبش تتكلم وعلى فكرة دا هتتكلم عنه عن طبيعة الراجل بس أفعامة لأنه عايزة لقاء بس هتتكلم عن طبيعة الراجل وطبيعة الست وبالتالي احتياجات كل واحد فيهم إيه؟ فأنا عايزة أقول لما تبقى يبقى متدايق سبيه يهدى الوحده قدميه له حب عمليه وبلاش أسئله وبلاش كلام حب عملي اللي هو إيه؟ قوي أنا ما يا دا كتير قوي أنا هعلمهم يعني ما سألتش فيه وقفت في المنطبخ طب ما هو جاي مكشر طب وانت لما بعدت تكسيرته هتروح؟ انت تجنبت الرطفة على السلبية صحية بس تكسيرته موجودة طب أعمل إيه؟ هو دا خلقه دا خلش وراء بيخلع القميس ومتدت وردها كده معلقه إيه الرق أو اللطفة دا؟ اللي هي الحب العملي في أعمال بسيطة جداً حب عملي بمعنى أنه هو بسرعة حبيبة جاهز الأكل فوراً بعرض خدمات هعملها له فشوف تقدر تعمل إيه تبستي بيه؟ وما فيش وقت دا للكلام دا مش وقت الكلام دا وقت تصرفات تصرفي بحب حيهدى أنا قلت كتير وحقول الراجل ما يعرفش يخبه بمدة طويلة لسباب تعبه هيتكلم إنه ما يحبش يتكلم تحت داخل الوقت اللي مش عاوز يتكلم فخديك حريصة أنت زكية و بعد شوية واحيتكلم و أعلى التعليقات الإيجابية عشان ما يخشش في نفس الوقت الزوجة الزكية اللي ما تسقلش على زوجها بطلبات في وقت يا عارفة بشها يا رفيقي يجيب الطلبات عنده التزامات أخرى مثلا بيدفع أقصات أنا هتكلم على موظف بسيطة طلبات هتبقى يوم 25 في الشهر أحر الشهر طب ما تتكلمي فأقولي الشهر طلباتها على المدارس من أول شهر ستة طب ما تتكلم سافة إحنا لست في شهر ستة بتتكلم عن المدارس و في الوقت بتقوله عن دي النصيف يعني اختاري الوقت المناسب و دايما ننصح الست لو لقي طلبات هي الجو اللطيف الأول فقاعدة لطيفة وطلبي ولما تطلبي ركز على الأكثر أهمية ما تطلبيش أكتر من طلب في وقت واحد لأنه حيتحقق لك واحد والتاني لا إنما لو طلبت ده النهاردة والتاني بعد أنا بعد أزبو على الثاني حيتحققوا بس كمان أرد أطلب بطريقة أنا لو أنت مش قادر مافيش مشكلة بس أنا بقولك و إحنا نحتاج إيه لا صدقيني é حيعملك اللي انت عايزة كلمي بقولها كتير دي كلمي بالطريقة coloredي يحبها حيعملك اللي انت بتحبيه بطيبي الطرية اللي يحبها حيوملك اللي انت بتحبيه اطلبي الطريقة يحبها حيلبي لك طلباتك حكمه المرأة عايزة تبقى حكيمة في نفس الوقت طب أنا زعلانة منه وهو حساس ونكدي طب ما أنا متضايقة فيه موضوع مدايقني بس هلأك كدريك عيشتك لو فتحت الموضوع لا 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 تقدر تفتح الموضوع إزاي ما هو الشطارة إن أنا أبدأ بالملامة على النفس عشان أقدر أبدأ أعاد يعني أنا ممكن أجيب مثلا اللوم علي في موقف معين ننسى حبيبتي أنا أنا عارف أن أنا طبيعتي حساس جدا وبشوف الأمور أحيانا بطريقة مبالغ فيها جدا أنا أنا منكرش لأنا حساس بس الحال أنت لما عملت الموضوع أعرف لأن أنا تعبت ما عليش أنا حساس قلت حساس قبل حساس بعد وقلت الموضوع في النص الرد السريع لا حبيبتي ما تزعليش أنا برضو ما كانش لي حق الطريقة زي واحد بيعاوز يعاق يعني أنا بلومك دي بقتي حقول لأ ما غلطتش ثم تقولي طب أنا آسفة كنت دايقتك بس أنا ما قصدتش كلمتين تقالوا بس حقول إيه قبل إيه طح لو قلت لك أنا آسف أنت هديتي بس هالفك لأنا ما قصدتش والموضوع كان كزا 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 هزا هتقبله وده اللي أنا بقوله دايما الرد الأولان يدخلني قلبه هقدر يخش عقله ابدأوا بالكلام اللي يدخلني أقل باللي قدامي الأول وبعد كده هتكلم بكلام المنطق والإقناع زي ما أنا عايز الإسلوب أنتوا نازم تتعلموا جدا الإسلوب الإسلوب هو إحنا كنا وإحنا بنحضر للحلقة دي وأعلننا وقلنا للناس يا سيدنا ناس كتير كانت فكرة إن إحنا هنهق هنهاجم يعني هنهاجم فكرة إنه الراجل هو السبب طول الوقت في النكد وهو اللي بيخترع المشاكل وهو اللي ممكن يكون بيعامل زوجته بطريقة مش أفضل شيء لكن حقيقة زوجة لها دور كبير جدا في إنها تعلي نرف النكد في البيت أو إنها تقالل الأمور حتى لو هو شخص عنده وطبع النكد هي دورها كبير جدا دورها كبير جدا في الحالة جدا هي الننسي اللي مش هيقدر يتغير فيها هي لو شبعنا بربنا هتحتمل ولولاها سند روحي مع أب الاعتراف هتحتمل ثلاث عوامل أنا أتمنى الزوجة تبقى تركز على يوم قوي علاقة عميقة بربنا السند من أب كاهن روحي يقدر يسندني الحكمة في التصرف الحكمة في التصرف هقول إيه إمتى إزاي؟ هعمل إيه إمتى إزاي؟ وعلى فكرة زي ما كتاب بيقول حكمة المرأة تبني بيتها والعكس الحماقة تهدمه بيدها إسماعيل إنسي أنا لما بتكلم على الزوج النكد في كل الصفات السدبية عايز زوجة حكيمة طبعا طيب أنا عايز من هنا للأسبوع الجاي كل زوجة تقرالي الإصحاح الخامس وعشرين من صمويل الأول وتقراري الإصحاح الأخير من سفر الأمزال تعالي بس يعني أستسمحك في صمويل الأول خمسة وعشرين هو بيتكلم عن زوجين ووصفات الزوجين مستحيل يقدر يعيش مع بعض ولما بنحلل بقى وندرس حدث من أحداث حياتهم مستحيل تقبل تعيش معا ساعة واحد تعالوا نشوف اتكلم الكتاب عن الزوجة اللي هي أبي جيل الكتاب لما انتدح قال إيه كانت ست جميلة جدا بس ما تكلمش عن الجمال الأول جمال نعمة إنه من الحكمة أهم قاله وأما المرأة كانت جيدة الفهم جميلة الصورة جيدة الفهم الأول الأول طيب والراجل وأما الراجل فكان قاسيا ورديء الأعمال خيشوا مع بعض إزاي الاسواحة الخمسة وعشرين ده عبارة عن قصة أحداثة مرتبطة بثلاث أشخاص زوجة وزوج والطرف الثالث اللي كشف فينا طبيعة الزوج وطبيعة الزوج والطرف الثالث كان داودي النبي داودي النبي كان وعطاه هربان ومعاه ستمائة شخص مسلح وكان في المنطقة بتاعة الراجل نبيل دا اللي عنده غنم كتير جدا وبعدين هو كان محاف طبعا حد بقوة زي كده في المنطقة فيش لس يقدر يخش أو إذا كانوا هما بقى لي يبقوا لصوص وده ما حصلش فلاقيهم فرح إن نبيل عنده جز غنم يعني يوم خير السوف دا كله حيتبقى يعني فبعت عشرة من رجالته تكلم بلطف شديد جدا أنا مش عايز أخش في التفاصيل يعني وحفظ رجالته كلام يقولوه يدوه بالصخر النتيجة الراجل لتصرف بثلاث صفات منتهى الحماقة في الرد منتهى الكبرياء في الرد منتهى البخلق في الرد طيب وبعدين الغلاء على طول داود قرر يسيب 200 ويجيب 400 بيسلاحهم هو كمان خد سيفه هيخلص على الرجل وكل اللي بس في غلاء من أو اللي بيشتغلوا من عند النبرة حقال للزوجة الفاضلة دي كل اللي عملته أبي جيل وهي زوجة عايشة مع راجل قاسي وراجل وحش جدا من خلال اللي بنقرأ عنه في معاملته مع داود بوستحيل حد يعمل كده مع داود اتصرفت عكسه تماماً كملت نقائسه بإيجابياته تعاملت مع الحدث بعكس تباعه كان أحمق كان بخيل كان إيه في نفس الوقت متكبر اتكلمت بإتضاع وتصرفت وسجدت في الأرض عدة مرات بإتضاع وكانت كريمة جداً والكرم دا عليه علامات كتيرة مش وقت أقولها وكانت حكيمة جداً في كل التسار على عكسه تماماً والنتيجة النتيجة لما نقرأ بقى في الآخر خالص داود عمل إيه فقال داود لأبي جاي مبارك إله إسرائيل الذي أرسلت هذا اليوم لاستقبالي ومبارك عقلك ومباركة أنت لأنك منعتين اليوم من إتيانة الدماء وانتقام يدي لنفسي يعني هي أنقذته ومش كده وبس يقول وأخذ داود من يدها ما أتت به إليه وقال لها إصعيدي بسلام إلى بيتك انظري كنت سمعت لصوتك ورفعت وجهك بس الأهم من كده لما مات جزها ما لقاش أعظم من أبي جايل عشان يتخذها زوجها كان أحمق بخيل متكبر هي كانت حكيمة متضعة وكريمة وراحت تنقذ جزها من الموت هو دا حد ينقذه ما قد تهرب وتسيبه للموت لا أنا هو واحد عشان كده لما كانت بتكلم داود تقول له علي أنا هذا الزنب يا سيدي أنت مالك أنا هو واحد إحنا بقنا واحد في المسيح أنا وزوجي قلاص هو أخطأ أنا شريكة في الخطأ هو أخطأ أنا دوري وصح الخطأ أين الزوجة اللي شبيهة بأبي جايل حتى لو كان جزها زي نبال تصرف زي أبي جايل النهار دا عشان كده في آخر الإصحاح واحد وثلاثين في صفر الأمثال يقول إمرأة فاضلة من يجدها لأن سمنها يفوق اللي قال عشان كده حبيبتي أنا عايزك تبقى زوجة حكيمة متضعة كريمة حتى لو لم تغيري من جوزك حتصلحي ورا جوزك التأثيرات السلبية في المجتمع أنت حتلجيها من حواليه أخطأوا مع القرايب أنت تضمضي جراحات الناس ولادك اللي تعبانين منه هم في أحضانك محفوظين كوني حكيمة متضعة كريمة هتعيشي في سلام حلو قوي لأنه يمكن الناس دايما بتشوفنا وإحنا بنحل المشاكل ساعات نيافتك بتقدم حلول عملية جدا 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 فبعض الناس تتوقع أنه لا إحنا مش هنيجي على الست ونيافتك النهار دا بتشرح لنا أنه اللي عايزة تحفظ على بيتها أو أنها تحاول أنها تساعد جزها لأنها بتحبه لازم تحاول تداري وراه أو زي ما نيرتك أنا هو واحد أه يعني تحاول تجمل صورته قدام اللي حواليه يا حبيبتي إحنا مش اتنين ما هذه المشكلة أنه إحنا بنتعامل مع أخطاء الزوج على أننا اتنين إنما لما بتعامل مع أخطاء الزوج على أنا أنا هو واحد يبقى اليد دي مش عارفة تشير الحاجة اليد دي التانية بتساعدها بالزبط كده ييد واحدة مش عارفة تشير هتكسر الدنيا لأي تانية بتساعد القلب حيتصرف بالعاطفة بس يوم العقل يقول لا استنى نعمل دي سوا بالطريقة الفلانية ما إحنا دي اتنين واحد بنكمل مع بعض ضمن كده نيفتك جاوبتلي على السؤال إنه إزاي الستة تتعامل مع طبع الزوج النكا دي صحة كده؟ حكمة حكمة أبي جايل إحنا هنقرأ الأسبوع ده 25 سموئين الأول 31 لسفر الأمثال أتمنى يذكروهم أتمنى القصة دي يحللوها أنا ما دخلتش في تفاصيلها لا بس إحنا قلنا مضمون هايل جدا يعني لا لا التفاصيل عميقة جدا يعني فكرة القصة دي بين أحب القصص اللي في الكتاب وعايز أقولك حبيبتي الكتاب لما بيقول حكمة المرأة تبني بيتها لأن هي صمام أمن البيت ده حقيقا هي صمام أمن البيت لو صمام أمن البيت افتخر للحكمة البيت يقع إحنا أمننا فيك كزوجة هو كتير قوي أنت القلب الحنين أنت العاطفة أنت المشاعر كل ده إيجابي بس لو القلب والعاطفة والمشاعر دي معاها عقل وحكمة مهما أخطأ الزوج البيت ده مضمون ومحفوظ ده حقيقا طيب هل النكد تكراره في البيت بيأثر على العلاقة ما بين الاتنين؟ اه طبعا ازاي بقى؟ بس نانسي عوامل كتير أو نتائج كتير أو النتيجة الفطور في العلاقة والفطور في العلاقة مش بنحب نخرج مع بعض مش بنحب نقعد مع بعض بنتلكك على بعض خلاص أنا كمان زهئتي من طريقته يعني أنا بتكلم بعض زوجها اللي جلوزها نكد دي ولما بيقول الفطور في العلاقة قد تؤدي إلى فطور أو برودة أو غياب العلاقات الجسدية على فكرة أكبر ما يتأثر بالناكد في البيت هي هذه العلاقة وخاصة من عند المرأة لأن عند المرأة العلاقة دي علاقة حب مرتبطة بالحب مرتبطة بالمشاعر مرتبطة بالأحسيس إمغاب الحب إمغابة المشاعر إمغابة الأحسيس معها الرغبة في هذه العلاقة غير الموظ طبعا فليليني أكتر بقى إن أنا معدتش حقدر أتكلم عنه كويس قدام المجتمع أنا مخنوقة من نكد ومطلع عينينا في البيت الزوجة تفتخد لكلام حب ومشاعر حب ورومانسية الخطوبة فين بدعة زمان أو صورة الزواج اللي كانت نفسي فيها فين عايزة تسمع كم حلوة إن وجدت قد تقذي وتجرح العلاقة بينها وبين زوجها القلق بقى عندي مش الزوجة ما ممكن تبقى زوجة حكيمة ومسكة في ربنا وأب اعتراف سندها وأخواته وسندينها وكبيرة وعقلة إنما البنت الصغيرة اللي في سن المراهقة اللي أب في نكدي ومنكد على البيت كله ده تأثير صعب قوي على الولاد البنت بالذات عايزة حب البنت في السن ده عايزة حد عايزة حنوب وبالتحديد من الأب أب إيه اللي حترمى في حدنه ده أنا بدخل جاري أقفل على نفسي طب أنت متوقع إيه البنتك اللي عايش في جو هذا النكد باستمرار حتدور على الحب ولا في صفيح الزبالة برا البيت بسنا كنت هقول وبقول تعبير قاسي في صفيح الزبالة الجعان بيدور على الأكل في صفيح الزبالة وإحنا بنواجه المشاكل دي كتير هنا في البرنامج إن البنت بتدخل في علاقات مش سليمة بسبب قصوة الأب تعارف يا نانسي أحياناً يجي لأبي كاهن يقول لي سيئلنا البنت الفرناندي عملا لي متاعب تقول ليه عن ده البطش 15 سن عايزاني كل يوم وعايزة تقعد معي كل يوم ومنين الكنيسة ما يخلص الأداسة لا أقفة فروقنا مستنيان ومش عاوزة تمشي فأبونا متدايق لأن طبعاً بقى البنات بيغيروا أقول لي أبونا فتش أنا لقتها بأبوها البنت دي بتفتخد للأب فبتجد فيك صورة الأب اللي يغنيها عن أب الجسد اللي مش لقياه عايزة البنت دي بتتعامل معاك بطريقة طبيعية زي أي بنت زبط بيتهم كويس طبعاً فهم أبوها بنتك محتاجة إيه وكتير من البنات كانوا يبعثوا يقولولنا إحنا لما بابا يحط المفاتيح في الباب إحنا نتدايق طبعاً لا شعورياً يتدايقوا لأنه هو نكدي بيتدايق على أدفه وأقل الأسباب ويزعق وممكن يتلفظ في بعض الأحيان ويتكلم مع مامتهم بسرعة مش كويسة فده بيدايقهم جداً وكلام مع مامتهم بيجرحهم طبعاً على فكرة مفيش بنت ولا ولد تقبل تجريح الأب أو الأم يعني اللي بيسيق للطرف الآخر إيه أنت بتقطع علاقتك بولادك بيشعر هو الأم واحد وهو الأب واحد مين بيسيق للتاني لو الأم اللي بتسيق للأب هم مش عارفين تعاملوا مع الأم لو الأب اللي بيسيق للأم هم عاوزين يتجنبوا هذا الأب رحيح وتقول لي ده كراهتهم فيا يا حبيبي ما كراهتهمش فيك أعمالك اللي كراهتهم فيك صح صح يا راجع نفسك تاني طريقتك كراهتهم فيك لا أنا بقلق على البنات لما يكون الأب نيكا دي وقاسي أو كيرلس مش مهتم أو أول أخر طيب في واحد على البث المباشر على صفحة قناة ميسات بعد كده بيقول لنا ده واحدة ست بتقول إيه رأيكم في زوج لما يشد مع زوجته وتهددوا إنه ممكن من دقتها ترمي نفسها يقول لها روحي أنا أسفعاني هي اللي بتقول كده بل أعرف بتعمل إيه هي غلطة أنا هتقوله كده أصلي طالما هو تعبها لهذا المستوى عمره مرده حيريحها هي بتهدده عشان تسمع كلمة كويس أنا هشرح لك حبيبتي هو إنسان سيء الطباع زي راجل نبالي اللي بنتكلم عنه ده ده هتقولك كده وفاهمي إنه مش هتعمل كده هو أزاكي وفاهمي إنه بتقولك كده عشان تستعطف ويعمل صح مش ده اللي هيخليه بك كويس أو يعمل كويس ده يعني هيحطامت من جوه يقولك راح يربل نفسك بس عايز أقول له مرة في مرة ممكن ترميل نفسها أطبع هي بتقولها كده أي كلام في الأول إنما مرة ممكن الدنيا تسودف وشها تماما وتعمل في نفسها أي حاجة أو تمشي ولا ترجعش أو تتعاطف مع أي حد وتضيع من هنا حبيبي الزوجة إناء ضعيف الزوجة كيان عاطفي الزوجة تحتاج الحب بكل صغر الحب وإن غاب الحب جوه البيت يا إما تعي نفسيا يا إما تسيب البيت وتدفش يا إما تدولها على حد تاني وإنت السبب وإنت اللي حتتعاقب من رب أنا في هذا الأمر نيافتك قلت كلام مهم قوي عن إنه الزوجة لازم تكون حكيمة في معاملتها مع الزوج النكديل لكن إحنا بقى بنشوف بعض النمازج لسيدات لسه في بداية الجواز مش محتملين من كتر إنه كتتعبه هو ممكن يكون بسبب شخصيته دي بيتطاول عليهم بيمدي إيده بيدرب فمش عارفها تتعامل معاه في الوقت ده نيفتك بتشتغل أكتر أو نشتغل أكتر على الزوجة ولا الزوج برضو محتاج إنه الشغل على الاتنين آه إزاي بقى لا 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 الشغل على الاتنين إحنا بنفتش فين الأسباب وفين النتائج مع النتائج بنضمد الجراحات يعني واحد جرح واحد ما نقولش بقى هو ضربوا ليه ونحلل ضربوا ليه ونعالج أسباب الضرب ونسيب الجرح ينزف في إحنا بسرعة بنضمد الجراحات عشان ما تسوقش الحالة ما تبقاش أوحش إن أنا في نفس الوقت بين الشغل هو بيعمل كده ليه إيه الأسباب اللي ورا كده قد تكون هي السبب ومش فهمها بالضبط قد يقول نشتو بردها قد تكون نشقته مؤثرات أخرى أنا دايما عشان أعالج مشكلة أشغل على كل أطراف المشكلة أنا عشان أعالج مشكلة أدور على أسباب المشكلة أنا عشان أعالج مشكلة محتاج وقت الحل المشكلة أنا عشان أعالج المشكلة بحط علاجات سريعة إنما في ذهني أنا بدخل في الأعماق عشان أعالج الأسباب ده حيط طيب أصدقائنا طبعا ليهم أراء كتير قوي على السوشيال ميديا تحت السؤال اللي إحنا نزلنا أنا بسعد بأراءهم جدا هم بيحبوا قوي كمان يكتبوا علشان يفتق تعقب على أراءهم فإحنا بنسعد بدا جدا فأنا بستأذن يفتق بس هنخرج لفاصل نرجع بقى نقرأ كل أراء المتابعين تفضرو هنخرج لفاصل ونحن نغالو كمارات أمي أفلق مارا